أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الأفريقية وتؤثر على قدرتها بالاستمرار في المصاري التنموي الأفريقي جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في البند الخاص بدور وكالة للتحاد الأفريقي الإنمائي نيبهد في تعزيز التكامل الإقليمي والقرية ضمن فعليات الدور الخامسة لقمة منتصف العام التابعة للتحاد الأفريقي والمنعقدة في العاصمة الكينية النايروبية لقد تشرفت بناء على ثقتكم بتولي رئاسة اللجنة التوجهية لرساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النباد لعامي 2023-2024 وتتولى مصر رئاسة هذا الكياد المهم في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغييرات ملموسة على المستوى الدولي والإقليمي على الأسعاد السياسية والاقتصادية وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية